عايز أخذك ليه منتخب مصر كنت أتكلم مع الكابتن عاليا نبيه اللي هو المدير الفني لإتحاد المصري كرة القدم بيقول لي أو فجئني يعني إن المدرب المصري مرشح هو الآخر لتضيب منتخب مصري أول بعد فيتوريا مش بس مدرب أجنبي زي ما كان إتحاد الكرة نزل في بيانو إيه رأيك في الفكرة دي؟ ما تمنى؟ تتمنى مدرب مصري؟ طبعا بصوا هو طول عمر نجاحات منتخب مصري مع المدربين مصريين السلسية بتاع كابتن حسن شيحاتة كابتن جهر العظيم أعتقد هو بس كان مين بس كوبر وصلنا معك 86 من خد كس أمم أفريقية هنا في مصر كان سميس باين سميس صح؟ أعتقد يعني وكوبر وصل معك كس أمم أفريقية خد بالك منتخب مصر نمري واحد في أفريقيا في البطولات دي فلازم يبقى هو المرشح الأول ما ينفعش يطلع من الدور 16 ورا دور فوجود منتخب مدير فني مصري حاجة بس هو أنا عرفت أن تعاين الكابتن محمد يوسي مدرب عام على معتها مدرب عام مبدأي يعني لحيين التعاقد مع مدير فني أجنبي هم قالوا كده في التحاد الكورة ده البيان الرسمي بس الجديد ودي معلومة مؤكدة مش بس من الكابتن العنال نبيل أنه لا في رأي قوي دلوقتي بيقول طب ليه لا ما يكونش مدرب مصري يجيب ومدرب أجنبي يا رب يا رب ده حاجة كويسة جدا حتى تدي حوافز للمدربين المصريين أنهم يحاولوا أنهم يشتغلوا على نفسهم يبقوا حاجة كويسة في الفترة الجاية ويبقى مرشحين لمنتخبات مصر أنت حبت ضرر منتخب مصر ده شرف لأي حد يا نهرب يد ده مجرد أن أنت أصلا تبقى موجود في منتخب مصر ده حاجة كبيرة جدا 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 تفتكلم ممكن يجيلك مكالمة أنا مش بتكلم عشان بس كابتن طور أتكلم على أسماء مش تقليدية ممكن يجيلك مكالمة حد يقول لك الله إحنا عايزينك مدير فني منتخب مصر الأول مش بعيدة مش بعيدة لا لا مش بعيدة مدام أني بتشتغل على نفسك وبتحاول تطور من أداك وبتحاول تطور من نفسك مش بعيدة بس هي الفكرة أيوة بص يا كريم خلينا نتفق أن تطوير المدرب هنا في مصر مش عالي المكانش هو إمكانياته المادية تقدر تخليه يطلع برة وياخد دورات وياخد ويصرف على نفسه كويس قوي مش هيطلع مش هيظهر مش هيعرف إحنا ما بنعملش مشروع في مدرب هي دي حسعب بنجي نقولي عايزين نعمل مشروع على المنتخب بس قبلها ما بنعملش مشروع على المدرب أنا فاكر فترة من الفترات كان الكابتن إبراهيم يوسف واعتقد معاك كابتن علاء نبيل نفسه طلعوا دورة في لبزيج ست شهور خدوا جرعات تدريبية عالية جدا جدا عملت منهم مدربين أنا اتمرنت تحتيدي الكابتن إبراهيم يوسف كابتن إبراهيم يوسف ده كان ممكن يبقى من أعظم من أعظم المدربين في تاريخ مصر إلا حاجة واحدة بس إيه هي اللي عطلته إنه هو شايف نفسه شكل إداري فيه مع أن الكابتن إبراهيم يوسف لما اشتغل معانا تدريب ده كان عظيم جدا في التدريب الله رحمه كان بجد أنا كنت بس تمتع في الشغل معانا عظيم